امسية طيبة للجميع مشاهدين الكرام اهلا بكم إلى هذا اللقاء امطار المستبع داخل الامسية اليوم ستخص الواجهة الغربية والوسطى حتى خلال يوم الغد خاصة خلال الصباحة بعض الامطار المتفارقة ستخص السواحي الوسطى وكذلك الواجهة السحلية الشرقية لتصبح الأجواء غائمة على المرتفعات الداخلية الشرقية والوسطى بعد انقشاع ضباب ان شاء الله أجواء مغشات على الوجهة الغربية وكذلك شمال الصحراء ثلاث درجات خلال ليلة اليوم على الصطيف كذلك باتنال مشرية نعامة والبيض 13 درجة على العاصمة نفس المقياس على الـ 26 درجة على الصحراء الوسطى كذلك مناطق الجنوب الشرقي على الولايات إيليزي 10 درجات على التمنرسات وحتى على جونات 19 درجة على أقصى الجنوب أما خلال ظاهرة الغد إن شاء الله درجات الحارة القسوة تبقى في استقرار ننتظر 14 درجة كذلك من قياس على الصطيف قال ما ميلا خنش لسوق هراس مقيس ما بين الـ 21 إلى 22 درجة على الوجهة السحلية تقريبا نفس المقياس على شمال الصحراء 26 درجة على الثامنة 36 درجة 34 درجة على أقصى الجنوب البحر خلال يوم الغد يبقى هادئ وجميل على السواحر الوسطى والسواحر الغربية رياح ضعيفة بينما بحر قليل اتراب بلا مطر محليا على السواحر الشرقية رياح ستشتد ضمن طيارة غربية شمالية غربية تصلغة 50 كم في الساعة وقت غرب الشمس ليوم الغد على مصر العاصمة سيكون بحول الله في تمام الخامسة 32 دقيقة أمسي طيبة للجميع